طلع محافظة محافظة رخبيل السقاطرة المهندس رأفة علي إبراهيم الثقلي على خطة مشروع تقييم وتحديد الاحتياجات اللوجستية لإنشاء الحدائق المنزلية التي تنفذه أو تنفذها مؤسسة تنمية ريفية بتمويل من السلطة المحلية وتسادف مناطق معتوقى ونوة جدوة شرقية وحثى المحافظة الثقلي مؤسسة تنمية ريفية على بدل مزيد من الجهود وتوسعة المشروع على مستوى المحافظة لما يشكله من أهمية في تمكين المجتمع إساماته في معالجة المشاكل المرتبطة بالأمن الغذائي والتغذية السليمة والأمن الاقتصادي وتأثيراته الإيجابية على صحة المجتمع وأكد الثقل اهتمام السلطة المحلية بمثل هذه المشاريع التي تساهم بشكل كبير في الأمن الغذائي كمصدر تكملي للمنتجات الغذائية والإمداد خلال المواسم غير الإنتاجي وسأرض المدير التنفيذي لمؤسسة سعيد الجاوي مرحل المشروع الذي يعمل على تعزيز قدرات المزارعين في زراعة الحذائق المنزلية وصولا إلى دعم الأسواق بهذه المنتجات اشتركوا في القناة